الكرم يا شخ شداد ما هي اذا في ابيات تحضرك عن الكرم والقصائد في هذا المجال والله الكرم يغطي كل عيب يغطي كل عيب وسبحان الله العظيم حتى لو الانسان عنده عيوب الاسهار كريم كل عيب عنده يختفي ف الاسهار الجار كريم مع جيران يعني تجد كلهم يحبونه يعني سبحان الله العظيم لو تسهل حد يجي قاله والله فلانه نعم والله رجال كريم ورجي طعمر اول ما يذكرنها الميزة ذية وانت الان تتخيل حتى انت الان تشوف جيرانك اللي والله فلان طعمر رجال الكريم اول ما يطرع لك المنزلة هذه هي اعلى شي خلاص البايك كله تحتها لذلك الكرم يستر كل شي وما يحضر لي سبحان الله العظيم من القصص وفيها بيات هذا جار لنا خمسة واربعين سنة هو جار من يوم اني ورع عمر الان شايف هو جار لنا يعني فسبحان الله العظيم قدام بيت الوالد لكن سبحان الله العظيم الرجل هذا الخلق لذلك فيقول فانما الأمم الأخلاق وما بقيت فانهم ذهبت خلاقهم هم ذهبوا لذلك الخلق قال رسول صلى الله عليه وسلم وانا زعيم بيتهم في اعلى الجنة اللي من حسن خلقه خلقك مع جيرانك يستر كل عيب يعني كرامك مع جيرانك يستر كل عيب يعني الان فالرجل هذا سبحان الله العظيم مع الصغير مع الكبير مع مع سبحان الله العظيم الجيران كلهم على ما قالوا على سكف واحد ما شاء الله ما يفضل الجار حتى ان يعني صار في مشكلة مع هوشة اطفال مع احد جيرانه وجاه لده مطعون لحصل اي وجونا عيالة عمر قالوا ادوه المستشفى ولا تشتكون جاري في لده والله ما يسمع جاري انه رحوا ودوا اخوكم وعالجوه وجاري والله ما تشتكونه يا ابو يا ولد اشتقال لو انه ذابحه والله ما تشتكون جاري ولا اسمع ان الجاري دخل صارت هوشة ورعان وحكم على ولد جاره بجلد وروحه تنازل قال والله ما يجلد ولد جاري وانا حي ضيض الله فمذل هذا ليشاتبهم يعني لهم حبة هذا ما الكرم حتى والله العظيم يا الربع من يومنا مات كله نحزن عليه النبوية بتعليه كله ابونا بكين عليه ما كانت عنها ما يلام اقول لك فاقولت العمر في ابيات له حقيقة وافتخر اني سويت فيها الرجل ابيات يا سلام عليكم وعيالها الان على نفس تكف ابوهم نسأل الله انه يجمعهم على العز والطاعة ماشينا على نفس المنهج والله والنعم رجل فاتح من بيته دائم قهوته موجودة وناس يلفونه من كل مسان لذلك الرجل الكريم تلقاه ملفة للناس والرجل الخلق تلقى الناس يتجمعون عنده اجمعهم اما الرجل البذي ينحش عنه ينفرون عنه ينفرون عنه نعم فاقول فيها مرحوم يا جار اللي كالله فقدناه والرجل هذا من قبيلة وحنا من قبيلة هو راشد المطرف العنزي وحنا من قبيلة ثانية كبثم طير ولكن والله العظيم منا للعياذ تسنهم اخوان وحنا والشيبان كنهم اخوان سبحان الله العظيم انكم قرابة كأننا قرابة سبحان الله حتى في النساء سبحان الله البيوت تلقت عمر بينهم محبه وإلف غير طبيعية فيقول مرحوم يا جار اللي كالله فقدناه وبوي حزن عقب فقدان جاره في كل يوم منذكره ما نسيناه لا ينسي من باقياتنا ثارة اللي عياله على دربه وعلى طريقه ما ينسي نعم تذر في دموع العين لحل طريا ولا اليوم مريت قدام داره الجار ابو صالح قل له حلاياه المطرف ومشهود له فالصطارة الله أكبر عشرين من عشرين عاماً عرفناه وخمساً عليهم ما تغير جواره خمسة كم هن؟ خمسة أربعين خمسة أربعين عشرين من عشرين عاماً عرفناه وخمساً عليهم ما تغير جواره يحرص على جاره ولو جاه ما جاه يفرح يشوفه ولا رضا لخ خسارة الله أكبر مهما يجيه من جاره لا يمكن أنه ينظر لها ذلك هذه سمة الرجال اللي يحرص على جاره ولو جاه ما جاه يفرح يشوفه ولا رضاه لخسارة يمشي على مرضات ربه وتقوى كل اللي يحبه ويتمنى دياره يمشي على مرضات ربه وتقوى كل اللي يحبه ويتمنى دياره زين القبال ولا تغير المبدأة تلقى الحجاج ودائما في الصدارة الكيف والم ولا جاو يتلفاه ودلال السفر مساطرة جم ناره يفرح بضيفه لا لفه ويتلقاه بوجه بشوش وبنبه والحرارة ولا يقلط مجلسه ما تعداد سن خفير وماسك إلا خفارة لا يمكن أجلس ولا يرضى أن تصب القهوة يقف عليك لان تخلص القهوة هذه عادت لهم من 45 سنة يفرح بضيفه لا لفه ويتلقاه بوجه بشوش وبنبه والحرارة ولا يقلط مجلسه ما تعداد سن خفير وماسك إلا خفارة وخلّف له فهود على ما تمناه لا جيتهم سنك مجلس همارة من شوع لدربه سووا سوياه الباب فاتح ولا حطفه جارة من شوع لدربه سوياه الباب فاتح ولا حطفه جارة آمن يا ربي عسل خلد مثواه وبجنة الفردوس داره وقراره تسقيه من حوض النبي يوم مضمه بظل العلسك منزله والبشارة والبشارة الله يرحمه الله ما صلي على محمد صحيح صحيح فهذا حقيقة مثل هذا وغيره في العينات في الجيران ما تنسي يعني الجيران لو بقصلك من قصص الجيران مني ومن الطفل الآن جيران بعضهما تخيل الواحد اللي امرض اول ما تذكر وانت لو وش تذكر من تذكر جارها تاخذ كمك تبديك الجار وديك المستشفى ماشاء الله يعني لو انك الان ما جارك في جنبك فزع واخذ العودة المستشفى ولا كان يموت الولع صحيح ذلك الجار مهم مننا يكون بين جرال يكون الكرم بيننا يكون المحبة بيننا يكون الابه بيننا ولا يكون جار موذي ما حتى له موذي تصبر عليه حتى له موذي الآن تصبر عليه بدلك ما جور انت كما صبر رعا سلم على جارة ويوم انه مرض يكب الزبالة قدامه ويوم انه مرض يصراح يسوي يوم مرض جارة رح يزوره رح يزوره والله العلم انك تفتح لكلب هالطريقة دي الياه مرض جارك زوره حتى لو انه موذي الياه شفت جارك محتاج اصله حتى لو انه موذي الياه شفت جارك يعني بدي خلك خلق ابتسم يا شيخ والله الابتسام ما تفتحي القروب كما قل رعا سلم ابتسم بوجه اخيك صدقة صدقة يا شيخ والله العليم ابتسم بوجه خلك بشوش داري اشويش في تراه اين حل اين حل احنا اش بل ايل خلاص لان كتردق يفكيش الحام انت ابتسم له وبعدين حاول تكسب كلوب الابناء قبل ابوهم يا سلام اشتركوا في القناة